الاول هقولك حاجة مباشرة وبشكل واضح يعني وانتم سافرين المغرب رايحين تلعبوا كاسروا من الافكات حتى ده عشرين سنة ومفوض نصع للأولمبيات كتير مننا سواء بقى متابعين محللين إعلاميين جماهير ما كانش عندها أمال كبيرة الآن بعد اللي حصل مع منتخب الشباب ومنتخب النشئين قولي اليوم الاول في هذه البطولة كنت بتفكره ازاي كلعبين وكجهاز فان بالله بصنا في البداية طبعا احنا كانوا حطين ضغط علينا شوية بسبب حوار المنتخب الشباب ده بس احنا كنا قابل البطولة قصلا متشوات وديه كتير وكده احنا ما تقريبا لعبنا لعبنا تسعة متشوات وديه مخسرناش ولا متشوات داخل فينا جون واحد فاحنا كنا عندنا سوكة كبيرة طبعا مستر ميكالي من المداربين اللي هم انت حترك عارف يعني فاحنا كناش مقناش يعني قلقانين من البطولة وكده احنا نلعب باسم مصر والكلام ده بس لما رحنا البطولة اكيد يعني كان خصلا ليه اول بطولة قرية لنا يعني كجيل بطولة رحنا لعبنا في بطولة الشباب جاننا كرونا ورجعنا تاني ما نحناش نلعب ببطولات قرية كتير بس لما رحنا المغرب الراجل كان حطت هدف معين البطولة بها تبقى هنحتفظ بالبطولة يعني قبل كده البطولة اللي قبل كده كان 2019 كان بطولة احنا لوغدان طبعا فاحنا كنا رحين مش ضغط علينا بس هدف ولازم ان نحققه واتخنى اول ماتش طبعا ناجر كان من مش 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 نقول اسوأ اداء بس كانت اسوأ نتيجة لا لا هو ده واحد من اغرب مباريات كرات القدم بزدد مش بس منتخنى الوطني يعني عندك ثلاث خمس كرات ست كور في العرض لا هم خمسة اه لا وفي كورة كده مش بيه وفي واحدة كمان ستة لغير الكرات اللي جنب القائل مستحيق يعني مستحيل حظ يقف قدام حد للدرجة دي ما دي بالزبط دي ما حطناش في دماغنا لان احنا عارفين وكان كورة بس واحدة كان الماتش خلص ثلاثة بنتو حتش تتكلم انا طبعا بعد الماتش ده موظم الناس تكلمت علينا اللي احنا مش شوفوا انتو اه وده كان المفروض في المجموعة على الورق اسهل ماتش بالزبط اسهل ماتش وده البداية بتادنا لوازم ان ندوس صح بس بعد الماتش طبعا مستر ميكالي وجهازه وكابتن شيتس وكله كابتن بركات طبعا كان نيدور كبير قوي كلمونا اللي احنا رجال احنا وثقين فيكو احنا ما عملاش اداء مش وحش بس النتيجة بتاع تربنا صح فاحنا اشتغلنا واتعبنا وكلنا كنا بالزبط هدف واحد يعني احنا مش هنرجع من المغرب غير لما نعمل حاجة طبعا مش البطولة هو الهدف الرئيس اللي احنا كنا راحنا عشانه كان الولمبياد طبعا لا وهو عمتا عشان بس افاهم استاذ المشاهدين كمان البطولة دي هي تصفيات مجمعة فالهدف الاساسي فيها هو الصعود للأولمبياد كسبت بقى البطولة بكسبتها مش دي الحكاية ده هدف تاني لكن هدف الاول الصعود للأولمبياد طبعا فخلص الماتش قعدوا معانا كلمونا يعني قالونا احنا وثقين فيكو واحنا من جوان اصلا كنا مش قلقين خالص انتو كلاعبين ولا جهاز لا لا الجهاز كان موصلين كده واحنا كنا وثقين في الجوان بصراحة كابتل محمود ما حصلش حالة احباط قلق خوف اللي هو ايه ما هيش خلاها مش هتمشي معانا والناس هيعملوا فينا وهيقولولنا وانتو ايه وانتو 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 والكلام بالعكس والله هي كانت زيادة الضغط بس لان احنا كنا متحمل المسئولية كفية كانت زيادة الضغط علينا بس لعبنا الاول ماتش كان بقى المشكلة فيها اللي تاني ماتش مالي المفروض اقوى منتخب على الورق اقوى منتخب على الورق من اقوى المنتخبات في البطولة فارق بين الماتش والماتش ومية فقعدنا مع بعض قلنا خلاص يعني ماتش ده هو البوابة بتاعة البطولة كلها ولو كان حصل نتيجة سلبية كنا خلاص يعني خلنا ماتش مالي من احسن ماتشات اللي عملناها الصراحة مزبوط جيب ناجون وما تخلش في ناجون فقدام منتخب كويس يعني منتخب ده تشوف ماتش مع المغرب خلص ضربها جزاء في ارض المغرب طبعا بس فعملنا ماتش مالي كويس وكسبناه الحمدلله يعني طلعنا فالمدرب قال لنا اقول لكم اسمعوا كلامي انتو مين انتو اللاعبة ايه ما تشغلوش بالكم من اي كلام سلبي فبعد ماتش مالي لعبنا الجوون كسبناه اتنين فخلاص بقى احنا عرفنا اللي احنا الرفعية تبعيدة اه صعدت خلاص بقى ماتش كده في الاولمبيات يعني حتى ماتش الجوون كان ممكن نتعدل ونصعد بس الراجل كان مواصلنا لأ مفيش بديل حتى ماتش الجوون اتأخرنا كتير يعني ماتش جوون بصراحة عشان بعمل معاك هو اعالي شوط احنا منافر بطولي شوط الاول في الماتش جوون باقي حتى كان ممكن نهمد او كده في وسط الماتش وممكن نرده نخاف على النتيجة خصوة المالي كان جابت جون وعرفنا فالهزيمة تعمل لك مشكلة نقفل نطلع بالتعادل نصعد تاني بقى مش تفرق بس احنا كان لازم وكان الراجل مصمم على المكسب جبنا جون في الداياس تقريبا سبعين او مش فاكر بالزبط جبنا التاني فالحمدلله صعدنا اول يعني وقلنا بقى نلعب غنية كانت التاني وعملتم ماتش غنية ده محترم جدا وكسبناها وكسبناها المغرب بقى يوم المغرب ده بص احداث غريبة واحد من افضل افضل اهداف الكورة عمتن يعني الهدف اللي جابه احنا في جول فرحنا في البداية فقلنا خلاص الامور ما جميلة اه بالزبط احنا حتى احنا قلنا الراجل لما لما نصعد المباد ممكن الضغط يتشل شوية الراجل بالزبط في المحاضرات لانها تشحن اكتر ومع الجهاز الفني احنا بقى وصلنا ده البطولة خلاص مفيش قالوا مفيش حد احسن منكوا تتلعبوا اسم مصر بالعكس وممكن نكون خايف منك احنا قبل ماتش المغرب ما تخلش فينا ولا جوة صح من 4 ماتشوات ما تخلش فينا لجوة يدخلوا فينا في ماتش المغرب وبعد نقص العدد بعد نقص العدد يعني ايه انت مدخلش فيك اهداف كبان وانت حضوش اللاعي بالزبط لما بقى خلاص بقى فيه مشكلة اه يعني دخلنا ماتش المغرب احنا قلنا قالوا هيبقى فيه تقريبا سابين الف متفرق او حاجزا كده قلنا البعض بصر الجالة احنا تسعين دقيقة سعين دقيقة ممكن تودينا في السماء وممكن تنزل مش هتنزلنا في الارض بس يعني في فرصة اللي احنا نحن حتى بعيد صح وبدأت اصلا بعد ماتش غيني وبعد ماتش تجابون الناس بدأت تسعين فينا شوية والكلام بدأ يكون ايجابي شوية والرجل اصلا قال انا ما كنتش محتاج حد يتكلم علوك عشان اسعين اسعين فيك او انت تسعين في نفسكو انتو انا كنت تعرف انت تروح فيه من اول بطول صحيح ماتش المغرب نزلنا دخلنا وصلنا الستاد دخلنا الملعب شوفنا الاجواء يعني معظمنا معظم مش يعني تسعين في المام اللعيبة ومرة عيش اله ما شافش اله انا عنافسي ما شفتش كده اه من درجات مليانة كلها بالزبط جميل المغرب كمان عشان نرست بعارفة انا حضرت المبلاد في المغرب كتير لا جمهور ما بيهداش لا ما خالص صوت عالي طول الوقت طبعا بالزبط فدخلنا الستاد افكر كمان استاد المشاهدين انا يسرت المقطع ان تشكيلة المغرب بالكامل هي تشكيلة من اللعبين المحترفين يعني كمان لعبتنا بيلعبوا تشكيلة من اوروبا كلها وقبل كده ما عاملين المشاهد جامد احنا كلنا نشوفهم كده بس الراجل قال بص انا هم اللي يخافوا منكم مش انتم وجامهير دي اول ما تجيبوا جون هيبقوا عليهم مش عليكم ونزلنا المش انتفقنا يا رجال احنا لازم نطلع بنتيجة ايجابية من وسط الملعب ده يومنا تفهمني؟ فدخلنا المش محمود صبر جاب جون ده تقريبا 10 او 13 مش فاكر انت كنت عندك يا ساعة اه انا كنت عندك يا ساعة جون لما دخل جون لما دخل انا طبعا مصدق اللي احنا هنجيب جون بس جون يعني كان اعلامي يعني فاطيح جدا كواليتي اصلا متاع الشوطة اعلامي حلوة الجملة انت بتادي عشان انا جيت شرحتها هنا قبل كده كواليتي الشوطة انت ممكن تشوت بوش رجلك ويتروح زي ما تروح احسنا مع محمود صبر من زمان محمود صبر من احسن تقريبا من جيت نظرة انا احسن عشان بالشوطة في مصر احسن عشان بالشوطة احسن عشان بالشوطة اه اللي هو بطن رجل كواليتي الشوطة احسن انا افضلت قاد اصلا عندك كم يعني مصدق اللي احنا هنجيب جون بس اقولك على جون نفسه اللي عمل ارته في الدايق بزابط اه فالراجل فالماتش مشي يقوله خلاص احنا ماتش ده بتاعنا خلاص بعدها بدئتين حصل الطرد فالطرد بقى خلاص انا اصلا الطرد ده حصل في الدهت 13 انا الرجل قالي ام سخا فاهمني terms فلما تشال هي هي حصل ايه اه فاهمة سخن فبدين مقافلين طبعا اول ما الطرد حصل المغرب تلع في نص ملعبنا لسا طبعا ضغط جبير فدخلنا مبنوش شوتين الرجل طبعا المحاضرات بقى فاجرين انت شوية عرف عمني اللي هو ولا يهميني طرد انتو الواحد فيكو باتنين ونفس الاسلوب اللي هو بيشغال عليه من الاول بطولة في نفس المتشا اللي هو متحبطوش بالزبط ايه اللي هو ما تفتكيش انت ناقص عدد فانتكي اغدت غلاب واحنا ندخلنا مبنوش شوتين هما جابوا التعادل صحيح جابوا التعادل فشترعوا في ديئة عشرين او حاجة زي كده بالاسف كان من خطأ يعني معزول فيه حتى بسرعة ووالد اللايبة بتخلق يعني اقصت حتى مش من لعب ومنظم انتو ضدتو في كتاكتك يعني يعني خطأ فردي صحيح بس ما احنا ندخلنا مبنوش شوتين الرجل اللي كلم قالوا والله انا مش قلان واتكلم بقى والمترجم قالنا كده فنزلت نزلت انا مش فاكل مكان مين اه من احسن اشهوط اللي عملناها في البطولة شوت عالمي شوت عالمي انا بس برضو انا عايز اكمل على كلام افكر الناس انه انت بتلعب اخر مباراة في البطولة اللي تلعب فيها كل ثلاثة يام مطلع يومين دا الواحد اللي كان ثلاثة يام اه انك بتلعب مع المغرب على ملعب عوسط كل جمهرة الفريق اللي فيه كله محترفين ونائس عدد وانت كمان مفوط بدنية انت بقى وليل كمان في اخدام ونائس عدد كمان ولعبنا شوت تاني انا بس بفكر برضو استاذ المشاهدين احنا كنا متبادل الهجمات مع المغرب بزبط مع المغرب يعني مش اللي هو مثلا فادلنا وقفين تحت الكورة لا احنا كنا بنروح كمان اه بازم اقولك هو الشوت كان يعني كان بالنسبة الاداء في وسط ظروف لا كنا كنا ابطال الصراحة يعني صح اللعيبة كلها كترجالة انا مش بقولك الكلام ده عشان انا كنت في وسطوم لا انا بقولك اللعيبة كلها من اكبر لاصغر واحد انها كلها كترجالة وكلها كان كل واحد مركز على التارجد بتاعنا بس اللي هو البطولة عشان كده محدش لمعليكو بعض البطولة لا لا محدش قال مسالي احنا اخسرنا النهائي وليه نخسر النهائي وكان لازم نعمل مش عارف ايه وكان عندنا خطأ ايه ولا كانش عارف نعمل محدش لمعليكو خالص بالعجس انا حسيت الناس كلها بتحاول تدعمكو تقولكو احنا متزعلنين بالزبط احنا متزعلنين حتى الكابتن البركات والراجل الراجل قال انا فخور بكم جدا احنا حتى الجن اللي دخل فينا التاني مش فاول وطبعا كانت جن يعني ما شو حظ الحمز عليكو اللي هو عمل بطولة عشان حالسوا البطولة اه عمل بطولة عظيمة خلاص ان شاء الله كان عليه في البطولة يعني يعني بسه بالمناسبة الهدفين دخلهم من المغرب هم خطائين فرديين من لعيبة تغلقت جدا في البطولة اصلا حتم سكر او حمزة علاق يعني تغلقوا جدا خلاص هو اليوم مش بتاعك كل اللعيب صراحة كل اللعيب وخصوصا حمزة وابراهيم صح انا احصلا حتى في ديات 87 شط شط يعني لو جات جون كانت الماتش خلاص خلاص وابراهيم ضيع فرصة وقسامة ضيع فرصة بس بس الحمد لله يعني احنا على قد زعلنا البطولة بس كنا راضيين على مجهدنا